لم يعلن نادي ريال مدريد عن أي شيء بعد بخصوص تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لكن الأسماء الجديدة الموجودة تكفي لبث الخوف لدى المنافسين هذا هو اليوم الأول بعد انتهاء الإجازة الصيفية اللاعبون يخطعون للفحوصات الطبية قبل الدخول للملعب التدريبي للميرنجي التمارين شهدت وجود الأسماء الشابة التي تعاقد معها فريق العاصمة الإسبانية قبل فترة قصيرة وعلى رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام القادمين من بروسيا دورتموند والموهبة التركية آردا غولار القادمين من فنار بحشة تركي بالإضافة إلى اللاعبين المخضرمين أصحاب الثقل الكبير بالفريق ريال مدريد سيلعب أربع مباريات استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة قبل بدء الليقة في الثاني عشر من آب تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في العام الماضي احتل الريال المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة وخسر أمام ماشستر سيتي في نصف نهاء دوري أبطال أوروبا ولم يفز الفريق سوى بكأس ملك إسبانيا وهو مطالب للموسم القادم باستعادة الألقاب بشكل أكبر إلى خزائنه في ظل تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل ترجمة نانسي قنقر